المغرب فيها ما يزيد على 34 مليون نسمة من الفضلاء والعلماء والنبلاء من الرجال والنساء فاختصار هذا الشعب في مجموعة صغيرة من اهل المعصية والفساد طريقة يأباها اهل الشهادة والانصاف لكن الانصاف عزيز اقولها وانا متيقن لو رفع القرآن من صدور اهل المشرق فلا تخف ستجده في قلوب اهل المغرب من الصعب علي باني في هذه الدقاقة اليسيرة استحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف اهل المغرب فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل فمن نشر الاسلام في ادغال افريقيا ومن اوصل الاسلام الى ربوع اوروبا سلو روما وبرلين واسبانيا وباريس من اسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الاسلامية ستجدهم اهل المغرب قديما وحديثا ارض المغرب انجبت علماء برعوا في كل مجال منهم الفقهاء والمقرؤون وعلماء الاسلام انا لما اذكر المغرب ما يجي في بالي الا علماؤها النحوي ابو علي القالي والفلكي الحسن المراكشي والقاضي عياض فقيه الاسلام وابن الطيب الشرقي وابن غازي الفاسي ومحمد ابن ادريس العمراوي والمحدث المفسر ابن رشد السبتي وشيخ مشايخنا الرحالة محمد تقي الدين الهلالي وشيخ مشايخنا العلامة الحافظ الكبير المحدث عبدالحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته اكثر من مئتين وخمسين مؤلف الواحد يذكر من ويترك من وانا بحمد الله مما تشرف به انه يجمعني بعلماء المغرب نسب علمي فاسنادي يتصل بعلمائي واعلامي وفقهاء المغرب عن طريق كوكبة من المحدثين وعلى رأسهم الشيخ المعمر عبدالرحمن الكتاني والشيخ محمد امين ابو خبزة رحمه الله والشيخ محمد البقالي الطنجي وشيختنا ومجيزتنا الشريف كنزة بنت محمد المهدي الكتانية رحمها الله وغيرهم هذه المغرب التي اعرفها انا في المغرب ابحث عن علم فاجد العلم نحن نعرف بلاد المغرب واهلها بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس وما أدراك ما جامعة القرويين أقدم جامع في العالم بحسب اليونسكو فقد بنيت في منتصب القرن الثالث الهجري وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية والكراسي العلمية المتخصصة في العالم فلها كان السبق وكانت هي حاملة المشعل ومنها انطلقت البارقة الأولى فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى بأن من شيدها سيدة المغربية هي فاطمة الفهرية المغرب رجالها رجال دين وخلق ونساؤها نساء عفة وفضل كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية لحفظ القرآن وتعلم الشريعة وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقية وكذا العلوم العصرية وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن وهي وقت الصلاة ملأ بالمصلين والذاكرين أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض فهي مزدحمة بفضلاء المغرب ونبلائها وعبادها في منظر تقشعر له أبدان الموحدين وترق له قلوب المؤمنين أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب أزعجون بالحديث عن أهل الفساد في المغرب وما حدثون عن أهل العبادة والفضل والعلي والكرم وفي ختام هذه الكلمة إن كانت لي من نصيحة لأهل المغرب ولغيرهم ممن ابتلوا بالفساد والمجاهرة بالذنوب والعصيان لا تسيءوا إلى شعوبكم بفعلتكم فتلك شؤم المعصية فئة قليلة شاذة تجاهل بالمعصية تجرء مفلسا لا يسوى فلسا على أن يسيء إلى أمة فاضلة بأكملها حياكم الله أهل المغرب تساميتم عن كل مسيء فسهام الباطل لا تجد طريقها إلى نفوس أهل الحق الله تولاكم وما كان الله ليضيع أجر المحسنين